مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجزائر تتجاوز كل من اعترضوا طريقها وتقدم نجاحا كبيرا في مبادرتها وماذا قالت اشهر الصحف المحللين عن خطة الرئيس بون والحل المفاجئ بعد ان استنقص منها وسخير منها الكثيرون فجأتهم بالنجاح ويكشفون كيف استسلام العديد من الحكام العرب امام كل الفشل بداية صحف ومحللون يشيدون بجهور الجزائر الجبارة في الوصول الى حل لوقف الاحداث رغم كل الضغوطات والصعوبات خاصة من البداية الى حاليا والتغير الكبير في مواقف ومسار العديد من الدول نحو وقف الاحداث والحل الدائم وقال خبراء ايضا ان الجزائر ظلت صامدة وتدعم كل مبادرات الحل دون يأس ولا توقف الذين كانوا بالفعل في الاول يقدمون على جهود كبيرة لكن استسلاموا سريعا ولم يظلوا على نفس التنسيق والجهود في الحل ودربت ذات الصحف في ذلك امتلاعا ما فعلته عدة دول عربية لم تستمر في الضغط وتقوية موقفها ولا في مطالبها عكس الجزائر حسبهم التي ظلت شامخة وتدعو لنفس موقفها وتشدد عليها يوميا بل وتزيد كل يوم من تحركتها وتقلها وتنسيقها مع كل دول حتى بحش تأييد وموقف دولي واسع نحو مصار الحل والوقف الدائم للأحداث بحل النهائي ودائم وقالوا ان توجه تغير الملحوظ لمواقف العديد من الدول الصديقة والحليفة للجزائر كان له اتار كبير بعد تحركة الرئيس سنفون فإذا لمسارعته وتشديده على نفس المصار لأسابيع وعليهم لأخذ مصار عقلاني يحسب هذا الامر للجزائر ويسجل اسمها من ابرز الوسطى والمبادرين والمجتهدين والفاعلين لتوصل الى حل النهائي فالحل حاليا اقترب مؤشرات عدة شرؤ الى قرب ذلك خاصة مع الهدنة التي تدعو لها امريكا ودول عديد اخرى بالاضافة الى العديد من الهؤدنات الاخرى المرتقبة وهم الذين كان موقفهم مغيرا تماما مؤخرا لما وهم الذين كان موقفهم مغير تماما مؤخرا لما هو عليه الان من موقف اكثر عقلانية طبعا مع استمرار الجهود ليكون الوقف نهائيا للأحداث والدفع بمبادرة سلام وامن تعيد الامن والسلام للمنطقة وتكون دائما للعلم فان الجزائر كانت حسب مراقبين تلقت ضغوطا كبيرة وعرق العدة ممن اعترضوا طريقها نحو مساعيها من البداية للحل حتى من بعض الدول العربية التي كانت قللت من جهود الجزائر واسرارها لمساعي الحل لقصر نظر قادة سلك الدول وفشلهم هم اصلا في الخروج باي موقف او مبادرة سلام لأسابها اما الان ومع ظهور بعض نتائج ايجابية لتحركة الجزائر نحو الحل وجر العالم نحو مسار سلمي وامن نفس سلك الدول التي كانت تسارد على تحركة الجزائر بات صامتين مع العلم ان الجزائر تعمل بكل الطرق حاليا ايضا لاقناع الادارة الامريكية واهم شركاء الاوروبيون بموقفها ومبادرتها التي ترى انه فيها الحل المناسب خاصة وان الجزائر حاليا تنسق بقوة مع قطر وتركيا لتأثير وتعجيل في مصر الحل هذا واشهد العديد من المحللين العرب بمواقف الرئيس سبون ومركزين انهم لن يترجعوا في مصر الحل خاصة ما اعجبهم هو تأجيل لكل اهدف الجزائر في كل مجالات ودوليا الى غاية التمكن من التوصل لحل وانهاء الاحداث تاركا الرئيس سبون تركي سياسات بلاده وتحركتها كلها فقط نحو الاحداث وسبل الحل فالجزائر حسبهم حققت الاستثناء من هذا الاهتمام واخد وجوب الحل على عاتقها بكل ما تستطيع وبكل جهدها الدبلوماسية وسيعمل علاقتها الدولية في انتدار اخر تطورات ومسا يكل الحل النهائي الدائم ليعود الامل للمنطقة وتنتهي كل احداث الصحفة الاسبانية تترقب زيارة الرئيس سبون بعد اول خطوة بقبول الصلح وكيف اربك هذا الصلح بين اسبانيا والجزائر النظام المغربي واخلط حسابات محمد سادس كوليان مع كشف تفاصيل مهمة ومواردة من الحكومة الاسبانية لاول مرة بداية يبدو انه اخيرا ستعود العلاقات الجزائرية الاسبانية لوضعها الطبيعي مع القرار المفاجئ من الجزائر والتحرك الاستثنائي من رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانشيز لتصحيح خطائه والقيام بتحركة عملية وجدا لإقناع الرئيس سبون بصدق نوايا فبعد حاولي سنتين من التوتر وقطع الجزائر لعلاقتها مع اسبانيا ورفض الجزائر لكل محاولات اسبانيا الصلحة الملتوية التي كان يقوم بها بيدرو سانشيز دون تنفيذ لكل الشروط التي وضعها الرئيس سبون الاخير حاليا ومع الحديث عن بدئه بخطوات عملية لتصحيح موقفه من القضية الصحراوية لإقناع الرئيس سبون وحتى الاعتراف المرتقب والاعتراف بالخطأ لأهدث العلاقات ومع كشف صحف اسبانيا أن صونشيز وحكومته قرروا بشكل رسمي صلح بكامل شروط الجزائر وحتى كشف مراقبين أن هناك اتفاقيات ومشاورات وراء الكواليس ومباحثات مع الجزائر هذا ما يفسر ووراء القرار الجزائر المفاجئ بأعالتها لسفيرها إلى اسبانيا بتعيين سفير جديد بتنسيق بين رئيس حكومة اسبانيا الذي كان مغضوبا عليه من الجزائر مع الرئيس سبون بعد اعتراف صونشيز وعودته للمصار الصحيح وقالت صحف اسبانيا أنه قد يكون قدم ضمانات كثيرة وخطوات عملية أقنعت الرئيس سبون بهذا الإجراء الإسنائي والمفاجئ خاصة وأنه فور الكشف عن هذه التفاصيل من الصحفة الإسبانية ضجت أيضا الصحفة المغربية وكل النظام المغربي وكل أدرعه غاضبين من رئيس حكومة اسبانيا واعتبروه خادعا لهم وتحرك في الخفاء للصلح مع الجزائر خاصة وأن هناك أصلا مؤخرا مؤشرات عديدة قام بها صونشيز لما حسن كونه يورد استعادة إسدقة الرئيس سبون والصلح وقال خبارة أن عدة عوامل سهمت في التطور الإيجابي للوضع في العلاقات من بينها تقدير الجزائر لموقف بيدرو صونشيز المؤيد لإقامات دولة ورسينية الذي أعرب عنه في سياق موقف إسبانيا من الأحداث وضرورة الحل العاجل مدهرا صونشيز تم يزن من عن غيره من قادة الاتحاد الأوروبي لحل النزاع بشكل نهائي بجانب أيضا الموقف المتغير والذي سبقه أيضا مع موقف الجزائر من القرية الصحراوية حتى على إدر خطابه في الأمم المتحدة دون ذكر للحكم الداتي وكانت حكومة صونشيز قد وجهت في السنة الماضية ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانيا ورجال الأعمال فصدرت الإسبانيا نحو الجزائر إن خفضت بشكل حاد بعد تعليق اتفاقية صداقة بين البلدين وممارسة شبه حذر على دخول منتجات الإسبانيا إلى الجزائر بعد عقوبات الرئيس بن مباشرة في وقت تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم تبادل تجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ 9 مليارات دولار قبل الأزمة وقالوا أن صونشيز أدر ظهره الآن للنظم المغربي وابتعد عن محمد سادس بعد أن كان قلبه سابقا على الجزائر وورطه مع الشعب الإسباني لأن صونشيز كان تورط مع شعبه بسبب العقوبات الجزائرية على إسبانيا خاصة في الغاز والمبادرات التجارية والعديد من الاتفاقيات التي ألغيت وسببت خصائر ضخمة لإسبانيا بملاير دولارات طبعا هذا الصلح لن يخدم إطلاق النظام المغربي ويفشي المخططات محمد سادس الذي كان يرهن عليها مع إسبانيا الصحافة الإسبانية تكشف أهم سببين قالت أنهما وراء مسامحة الرئيس بن لصونشيز وهكذا عدد الصلح وكيف يحدرون لاستقبال أصور للرئيس بن مع الصلح ماذا سيفعل مع أول زيارة بعد سنتين من القطعة بداية للصحافة الإسبانية ومع بدء الصلح بين الجزائر وإسبانيا وبدء عودة العلاقات لمجاريها لترفع الجزائر كل عقوبات على إسبانيا التي كانت فردتها بسبب الخلاف مع رئيس الحكومة بيدرو سونشيز حاليا كشفت أن الرئيس بن سيحدى باستقبال ضخم وأصوري يكون استقبالا شاهدا على عودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الأزمة وأكثر وقبل الحديث عن تفاصيل زيارة والاستقبال التي تحدثت عنها فقد كشفت صحف إسبانيا أن هناك سببين جعل الجزائر تقبل الصلح مع إسبانيا دون تردد وهو ما حسبها أولا لموقف المفاجئ الذي أعلنته إسبانيا وسونشيز من الأحداث في القطع مشيرة إلى أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية الذي كان مبهرا ومميزا عند غيره من كل دول أوروبية بدعوته لوقف الأحداث ورفض دعم استمرها جعل الجزائر تعتبر موقف إسبانيا مشرفا وتمنسه لموقفه البطولي خاصة وأن موقف بيدرو سونشيز كان من البداية بهذا الشكل عندما أصلا كانت كل دول أوروبية أو بالأحرى أغلبها ترجمة نانسي قنقر